يا عظيم يا رب العالمين يا واحد يا أحد يا صمض يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم زكي نفوسنا اللهم طهر قلوبنا اللهم أجبر كسرنا اللهم أرحم ضعفنا اللهم أشف مرضانا اللهم أرحم موتانا يا رب اشف كل مريض عافي كل مبتلى نفس هم كل مهموم فرج كرب كل مكروب اكشف غم كل مغموم سد الدين كل مدين اقضي حاجة كل محتاج يا رب الفلق افتح لنا من غلق يا رب الفلق افتح لنا من غلق اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم افتح لنا ما أغلقته زنوبنا ومعاصينا من أبواب رزقك اللهم افتح لنا ما أغلقته زنوبنا ومعاصينا من أبواب رزقك اللهم افتح لنا ما أغلقته زنوبنا ومعاصينا من أبواب رزقك اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة يا رب نسألك الحسنى وزيادة يا رب نسألك الحسنى وزيادة يا رب العالمين بارك في أولادنا بارك في شبابنا بارك في بناتنا بارك في أزواجنا بارك في بيوتنا بارك في بلادنا بارك في أعمارنا بارك في أعمالنا ومع كل بركة بركتين اللهم ارزقنا وارزق أولادنا راحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وحسن المآل لا تخيب لنا رجاء لا ترد لنا دعاء لا تشمد بنا الأعداء اشفنا ربنا من كل داء اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعلنا من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه الآن يا رب اجعلنا من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه الآن ونور تهدي به ورحمة تنشرها ورزق تبسطه وضر تكشفه وبلاء ترفعه وفتنة تصرفها